تجاوز عدد الذين تلقوا لقاح فيروس كورونا المستجد المئة وستة آلاف شخص حتى الساعة الخامسة من مساء اليوم بحسب ما علنته عمليات خلية الأزمة في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات وبذلك يكون هذا الرقم هو الأعلى منذ انطلاق الحملة الوطنية للتطعيم في الثالث عشر من كانون الثاني الماضي الخلية أكدت استمرار التنسيق مع مختلف الجهات الوطنية لزيادة عدد متلقي المطعوم اليوم لتحصين أكبر عدد ممكن من المواطنين والمقيمين ضد وباء كورونا وتهيئة الظروف المناسبة لعادة فتح القطاعات ضمن حملة صيف آمن